إذا أذن ولاة الأمر بصلاة العيد صلاها الناس في المصليات والمساجد و إذا لم يأذنوا و استمر الحال على ما نحن عليه فإن الناس يصلون في بيوتهم صلاة العيد فقط من دون خطبة يصلون صلاة العيد فقط من دون خطبة يصلي الرجل بأسرته و يصنع كما يصنع إمام العيد في صلاة العيد فيصلي ركعتين يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام يقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام ثم يقول ستة مرات الله أكبر ستة مرات في الركعة الأولى و يقرأ الفاتحة و ما تيسر من القرآن و لو قرأ مثلا سورة سبح و الغاشية بعد الفاتحة و أو مثلا يقرأ سورة اختربت الساعة و انشق القمر أو مثلا بعض السور أو يقرأ السور القصيرة و في الركعة الثانية يكبر ستة تكبيرات مع التكبيرة الانتقالية فإذا قال الله أكبر وقام يكبر بعد خمس تكبيرات تكون ستة تكبيرات بارك الله فيك لكن أنبه إلى أنه لا خطبة في البيوت الخطبة في المصليات فتصلي فقط من دون خطبة